هل معقولة قرب اليوم اللي نشوف فيه ألعاب مايكروسوفت الكبيرة زي هيلو وغيرز وفورزا على أجهزة بلاي ستيشن؟ أخبار متداولة وتقارير صادمة مايكروسوفت توعد بكشف الحقائق كلها الأسبوع القادم لكن قبل خلونا نعلمكم بالكامل كيف بدأت السالفة وكيف وصلنا لهالوضع اللي احنا فيه اليوم واللي مخلي مجتمع اللاعبين مولع على الأخير خلينا نعطيكم السالفة من البداية ونرجع لقبل تسع شهور من الآن وبداية الشرارة فعلا كانت تصريحات مثيرة جدا للجدل قالها رئيس إكسبوكس فيل سبينسر في مقابلة على شبكات التواصل ونقتبس جملة الأولى نحن لسنا في تحدي للتفوق على سوني ونينتندو في صراع الكونسول لا يوجد حل عظيم أو فرصة فوز لنا أعلموا أن ما قلته سيغضب الكثيرين وكمل كلامه وقال لا يوجد واقع تأخذ فيه ستارفيل تقييمات تصل إلى 11 من 10 ويجعل ذلك الناس يبيعون أجهزة بي اس 5 هذا لن يحدث إطلاقا جمهور إكسبوكس بالذات صدم من التصريحات نتحدث عن فترة كان فيها مايكروسوفت أغلقت صفقة بيثيزدة وعلى وشك إغلاق صفقة أكتيفجين بلزرد جمهور إكسبوكس كان يعتقد أن الانتصار التجاري على سوني أصبح على الأبواب لين صدمت تصريحات فيل سبينسر بينما البعض اعتبرها تصريحات لم تفهم بطريقة صحيحة والبعض من الصدمة صار يتهم ترجمة اللقاء بأنها خاطئة ومجموعة أخرى أدركت أن التصريحات حقيقية وتخفي خلفها الشيء ما وعبرت عن خيبة أملها من تصريحات قائد إكسبوكس فيل سبينسر ومرت الأيام ووصلنا إلى تصريحات جديدة لا تقل صدمة عن سابقتها نتحدث عن قبل شهرين من الآن تقريبا وتحديدا في بداية ديسمبر 2023 وقتها خرج الرئيس المالي التنفيذي لإكسبوكس وقال كلمات سوت عواصف في سوق ألعاب الفيديو وكلماته بالحرف كانت كالتالي هو تغيير في الاستراتيجية بعض الشيء لا أريد أن أقوم بإعلان أي شيء بشكل عام لكن مهمتنا هي إحضار ألعاب وتجارب الطرف الأول وخدمات الاشتراك الخاصة بنا إلى كل شاشة قادرة على تشغيل الألعاب هذا يتضمن التلفزيونات الذكية والهواتف والأجهزة المحمولة وهذا يتضمن أيضا الأجهزة التي كنا نظن في الماضي أنها منافسة لنا مثل بلاي ستيشن ونينتندو هذه التصريحات كان لها أثر قوي لدرجة أن فيل سبينسر طلع بتصريح ردة فعل واضح وقال فيه ما عندنا أي نية لإحضار جيم باس لأجهزة سوني ونينتندو طبعا هذا التصريح قد لا يعني الكثير خصوصا لأن الشركة أعلنت في وقت سابق أن هذا الأمر من أهدافها وأن سوني ونينتندو رفضوه مبدئيا وهذا سبب عقبة أمام الشركة وتحقيق استراتيجياتها طبعا بعض جماهير إكس بوكس أخذت التصريح هذا على ظاهرة واعتبرته رسالة طم منهم على مستقبل جهازهم المفضل بينما البعض الآخر شافها كرسالة للاستهلاك الإعلامي فقط وأن النوايا الفعلية والخطط اللي تطبخ في الخلف مختلفة تماما وطبعا الأحداث القادمة بتشرح لكم مين فعلا اللي كان أقرب للصواب بعد فترة هدوء بسيطة رجعت الأمور تشتعل من جديد وتحديدا في منتصف ديسمبر ويومها طلعت إشاعة أن إكس بوكس تستعد لإصدار ألعابها على الأجهزة المنافسة مصدر هذا الكلام جا من مستخدم باسم سنيكر سو على موقع نيوغاف وهو معروف بأنه إنسايدر ومسرب لأخبار صناعة الألعاب خلال محادثة مع مستخدم آخر ذكرت تالي إكس بوكس تبي تتوسع في نشر الألعاب على منصات أخرى غير اللي تملكها وحسب مصادر الشركة تعمل حاليا لتطوير عدة ألعاب للبلاي ستيشن والسويتش القادم كنت أتوقع أن هذه الاستراتيجية ما يتم تطبيقها قبل 2027 لكن يبدون أن النتائج المالية المحبطة دفعتهم للعجلة في تطبيقها ورد على سؤال مستخدم آخر كان يستوضح هل نشر الألعاب للمنصات الأخرى تشمل الألعاب بيثيزدا أو أكتيفيجن بلزرد أو إكس بوكس جيم ستوديوز أو جميع ما ورد وهنا رد عليه أن يشمل الكل وأنها على علم بعدة ألعاب مهمة من بيثيزدا قيدة تطوير في الشهور الماضية وأيضا مشاريع ما تم الكشف عنها من ألعاب إكس بوكس جيم ستوديوز قيدة تطوير لمنصات إكس بوكس وبلاي ستيشن وجهاز نينتندو سويتش القادم وختم قوله بحرب الكنسول انتهت والعالم لسه ما يدري حتى الآن بخلاف أن مجتمع اللاعبين العالم يستقبل هذه الأخبار بصدمة كبيرة بدأت كثير من جماهير إكس بوكس بموجة إنكار كبيرة لهذا التوجه اللي ما عجبهم إطلاقا ومصدر الإشاعة القادم كان من بودكاست لشخص باسم نيت ذهيت وذكر في إحدى الحلقات أن أحد أهم ألعاب الإكس بوكس بتصدر على الأجهزة المنافسة ومسرب آخر باسم لولي لولاي لو رد على أحد المستخدمين في موقع ريست إيرا بقول كلامك يفوز لما المستخدم توقع صدور لعبة هاي فاي روش على جهاز نينتندو سويتش ورغم أن مجتمع لاعبي إكس بوكس رغم تعدد المصادر وتوافق الكلام لا زالوا في حالة إنكار لكن موجة الإشاعات التالية خلتهم يدخلون مرحلة التقبل بشكل أكبر خصوصا أن مصدرها كان مجموعة من أكبر إعلاميين منصة إكس بوكس واللي يعتبرون من المصادر الموثوقة في الصناعة وعلى رأسهم أكيد الإعلامي جيز كوردن واللي نشر مقالة على موقع ويندوز سنترل وبالفعل جيز كوردن أكد كلام المسربين اللي هم نيت ذا هيت ولولي لولاي لو في نفس المقالة هذه كانت الوهلة الأولى اللي فيها جمهور إكس بوكس بدأ يتقبل الواقع المتوقع القادم وبدأوا يسألون نفسهم إيش تفكر فيه مايكروسوفت؟ طيب إيش وضع الأجهزة الحالية؟ والجيل القادم من الأجهزة اللي أكدوا أنهم شغالين عليه طيب ويش وضع الجيم باس؟ أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة قوية الآن خلينا نمشي بالوقت إلى 8 يناير 2024 ورجعت الإشاعات من جديد وهالمرة الكلام جا من الإعلامي جيف جرب خلال بودكاست باسم Game Miss Mornings وقال فيه إن لعبة Sea of Thieves ممكن تصدر على النينتيندو سويتش والبلاي ستيشن وربما مايكروسوفت حاليا تشتغل على التغيير من استراتيجيتها هذا الخبر كان نقطة تحول للخطة القادمة فبعد ما كانت اللعبة الأولى اللي تسربت من Bethesda وهي شركة استحوذت عليها مايكروسوفت مؤخرا ومتعودة تصدر ألعابها على كل الأجهزة الإشاعة الجديدة ذكرت لعبة من مايكروسوفت Game Studios وهي لعبة طرف أول من Rare ورؤيتها على أجهزة المنافسين بيكون غريب جدا الخبر الجاي كان هو الطامة الكبرى لأنه من أقوى مصدر على الإطلاق وأكثر من مصدر رسمي ممكن يطلع منه خبر نتكلم عن المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ندلا المقابلة كانت في 16 يناير وقال فيها نحن متحمسون جدا لكل ما يحدث في عالم الألعاب خصوصا مع إغلاق صفقة Activision نعتقد أنه الآن يمكننا فعل ما خططنا له طويلا وهو صناعة ألعاب عظيمة واصدارها على جميع المنصات إكس بوكس وأجهزة الكونسول والبي سي والهواتف والسحابة الرئيس المالي للشركة حاولوا الناس يقللون من أهمية كلامه لكن رئيس الشركة بكبرها يطلع ويقول هالكلام؟ هذه ما فيها واحد اثنين الكلام صريح وواضح ويعبر عن توجه الشركة المستقبلي بالتواجد على جميع منصات الألعاب بلا استثناء ومن بعدها التصريح الأمور ما وقفت والمؤشرات بدأت تزيد يوم بعد يوم في 2 فبراير مستخدم باسم واريو 64 نشر صور لملابس داخل لعبة هاي فاي رش عبر تنقيب البيانات لملفات التحديث السابع للعبة لشعار أزرق اللون بعبارة I'm here baby وشعار أحمر بعبارة rock out anywhere والمنقبين يقولوا أن التصاميم هذه ممكن تكون خاصة بإصدار البلاي سيشن والنينتندو سويتش وجمهور إكس بوكس ما استسلم وحاول يقلل من أهمية الموضوع ووصف ألعاب مثل هاي فاي رش ولعبة سي اف ثيفز بأنها قديمة أو غير مهمة أو رئيسية وبالتالي صدورها لأجهزة المنافسين إيجابي وبيساعد في جذب جمهور المنافسين لمنصة إكس بوكس لكنهم ما عملوا حساب الخبر المسرب الجاي في 5 فبراير 2024 نزلت مقالة قوية من إكس بوكس إيرا أن لعبة ستار فيلد بتنزل على جهاز بلاي سيشن 5 بعد صدور التوسع الخاصة في اللعبة وحسب مصادر إكس بوكس إيرا فإن هذا القرار تسبب بصراع داخلي في مايكروسوف كونه يتعارض مع كلام رئيسة قسم إكس بوكس سيرا بوند لما قالت إن اللعبة حصرية وتم داخل الشركة مناقشة إيجابيات وسلبيات نشر زيادة من ألعاب الطرف الأول لإكس بوكس على منصات منافسة وما كانت كامل الإدارة متفقة مع هذا التوجه لكن في الأخير فكرة زيادة العائدات من هالتوجه تفوقت على رأي المعارضين ردة فعل جمهور إكس بوكس على هذا التسريب كانت قوية جدا لأن هذه المرة الكلام على اللعبة رئيسية حديثة ومن أهم حصريات الجهاز ومن فوائد الاستحواذات الحديثة فكيف يصدر على أجهزة المنافسين باردا مبردة وإلى الآن ما انتهت القصة ولا زال الزيت ينكب على النار هالمرة طلعت تغريدة بخصوص فرصة وظيفية للعمل كمدير تصميم أنظمة ألعاب أو Lead Game Systems Designer من شركة تطوير ألعاب هيلو اللي هي 343 Industries وطبيعة العمل تحديد الأهداف للفريق والتركيز على تطوير الأنظمة بجودة عالية لجميع اللاعبين على كل المنصات أوكي أوكي وقف هنا ستارفيلد نمشيها وهاي فايراش نمشيها لكن هيلو؟ هذه كأننا نشوف ماريو على بلاي سيشن أو أنتشاردت على إكس بوكس لكن الموضوع يبدو ما راح يوقف على هيلو وفي حلقة جديدة البودكاست جيف جروب تكلم عن احتمالية صدور Gears of 4 على البلاي سيشن ووضح أن السالفة تحت الدراسة حرفياً جمهور إكس بوكس يقول في نفسه خلاص فرطت السبحة ومع كثرة الإشاعات بدأت الأمور تدخل في بعضها وما أحد صار عارف شيء إيش الإشاعة وإيش الحقيقة إيش اللي تحت الدراسة وإيش اللي تحت التنفيذ حتى مسربين أخبار إكس بوكس المعروفين بدأوا يعطون إشارات متضاربة مرة يأخذونها يمين ومرة يأخذونها شمال مرة يكبرون الموضوع ومرة يقللون من أهمية لكن أخيراً وبعد طول انتظار أكثر شخص الناس تنتظره يتكلم تحرك ونزل التغريدة من فيل سبينسر يقول فيها نحن نستمع لكم وجاري تجهيز حدث يحتوي على تحديثات للأعمال بنشاركها معكم بخصوص رؤيتنا المستقبلية لمنصة إكس بوكس الأسبوع القادم إذن لحظة الحقيقة قربت وأصبحت على بعد أيام الأكيد هو أن مايكروسوفت تجهز حدث لإعلان توجهها الجديد والأكيد هو في تغيير قادم ولو ما فيه كان يمديهم يكتفون ببيان صحفي وينكرون كل الإشاعات والأخبار المتداولة لكن إيش تفاصيل التوجه الجديد وإيش فكرة مايكروسوفت المستقبلية لقطاع الألعاب في الشركة تابعونا على ترو جيمينغ وبإذن الله ننقل لكم الخبر الأكيد بمجرد ما يتم إعلانه وإلى ذلك الوقت عطونا رأيكم بالتعليقات وبكل شي سمعته في فيديو اليوم